ودي بقى نقطة مهمة حمد أقول لك لي لأنه زي ما أنت قلت تكلم فكرة أنه تكلمت على مثال كولر والأهلي أنه هو فاز عن طريق استراتيجي أو عن طريق خطة موجودة ومدروسة فما سبنهيش للحظ في الآخر طبعا الكرة يا في الآخر برضو فيها جزء كبير جدا من التوفيق أو عدم التوفيق ولكن فيه فرق بين فريق حاطة خطة أو فريق زي ما أنت قلت بيكسب عن طريق الخبرات أو بيعتمد على وجود الفرص اللي بتكون موجودة في المباراة وبكل تأكيد زي ما لك نادي كبير جدا وفريق كبير جدا ونتمنى طبعا نحن كمان نشوفه في أحسن حالاته لكن بالرجوع للأهلي وستراتيجية الأهلي ومارسل كولر اتكلمت عن أليات الاختلاف بس مع احترام أليات الاختلاف دي واحترام الظروف كمان المحيطة بالمباراة من الجو وأنهما لعبوا في وقت الظهر أو وقت العصر وجود جو صعب وجود استفزاز بين الفريق المقابل وتصريحات ومؤتمر صحفي أنه ما فيش فريق مصري قدر يكسبهم على أرضهم مع وجود الاستفزازات اللي احنا بنشوفها دي لتبقى موجودة برضو على طول في الكورة إيه الاختلاف؟ إيه اللي وصل الأهلي لهذه المرحلة من النطج يا مارسل كولر موجود من فترة اللعيبة موجودة من فترة إيه اللي حصل؟ حضرتك قلتيها النطج الصلابة الذهنية فكرة أنه التصريحات اللي بتخرج من فريق عارف كويس قوي أنه هو أقل من النادي الأهلي فبيلعب على فكرة الخطفة الذهنية بالنسبة للألعابين أنه أنا بس أخوفكم على أرض مقابل ده ما يحصلش مع النادي الأهلي صعب جدا ده بيستفز بالإجاب للنادي الأهلي اللي اللي عنده الصلابة الذهنية فكرة أنه إلعابي وجهازه الفاني عارفين كويس قوي بثقة إحنا هنكمل مشوارنا زي والعين على اللقب بس ستيب واستتيب ما بيقولش أنا عيني على اللقب وما بياخدش كل خطب حتى وإن كان ذهاب دور تمهيدي المفروض النادي الأهلي معدي هو قاعد في القاهرة يعني مفيش مشاكل بالنسبة له لكن قد احترام لجرمهية على أرضه حضور جماهيري ولكن ماشي المباراة بذكاء فكرة التأسيمة للمباراة أربعة تلاتة تلاتة كانت هاي الأنسب بالنسبة لدي المباراة ملعبش أربعة تلاتة تلاتة واحد مثلا نحط محمد مجدي أفشا وعمل زخم هجومي لا بدأ تقريبا هزيمة سانداونز اللي هي اتنين خمسة اللي كانت فيه بريتوريا غيرت من عقلية مرسيل كولر في إدارة المباراة خارج الديار عشان نبقى واقعين حتى وإن كان فريق أقل من النادي الأهلي لكن يحترمه يثبته بالأحرق ورويا على أرض الملعب ثم ما بعد ذلك ينقض يبدأ يستفزه هو على أرض الملعب بحيث أنه يخرج عن قواعده هي تأسيمة للمباراة مع جودة لعبين وزي ما قلت فكرة القوام الأساسي الحفاظ على القوام الأساسي لما خرج محمد عبد المنعم التقيل خرج جئات أل منه عشان نبقى واقعين مثلا لو خرج زيزو ممكن يبقى فيه قصور هجومي جبار والزمالك ما يستحملوش بينما محمد عبد المنعم خرج جئ ما كانوا أشرف داري داولي مغربي شفنا تقلق مع المتخب المغربي جئ ما كانوا يحيى عطاية الله أو علي معلول غاب جئ ما كانوا يحيى عطاية الله فالاختيار والعين حتى الأهلي ما ندفعش بفكرة أنه في السببات يحيى عطاية الله محمد دادي أول مشاركة لي المحترف المغربي في صفوف الأهلي شفت أداءه فديا إزاي يحيى عطاية الله وهو يعني من اللعيبة التقال ومحترف مغربي وكمان هنشوف الفترة اللي جاية لعيبة تانين وصفقات تانية كمان بتنضم الصفوف الأهلي صحيح